اشتركوا في القناة وأكدت الوزير الصيرفي حرص مملكة البحرين على تنمية الشراكة الثنائية في أنشطة السياحة والترفي مع مملكة العربية السعودية والارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة وأشارت الصيرفي إلى أن صناعة الترفي تعتبر أحد ركائز النمو الأساسية في البلدين معربة عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون والاستفادة المتبادلة من الخبرات والمقاومات المتوفرة لدى البلدين وشددت على الحرص على تطوير التبادل السياحي بين السوقين السياحيين البحريني والسعودي وبما يسهم في دعم وتسريع التعافي الاقتصادي في كافة القطاعات لتكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة ولفتت وزيرة السياحة إلى أن القطاع السياحي البحريني يتطلع بشكل خاص إلى السوق السياحي السعودي كأحد أكبر روافده والتسويق السياحي للبلدين كوجهة واحدة ومتكاملة